بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والحوادث وسيول الأمطار شاركت 27 جهة حكومية في تمرين شامل 7 بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ الصباح الخالد وبإشراف قوة الإطفاء العام هذا التمرين يؤكد على استعداد الجهات الحكومية سواء كانت العسكرية أو المدنية وأيضا القطاع الخاص جاهزين للتعامل مع أي كوارث لا سمح الله قد تقع في دولة الكويت هذا التمرين بالتأكيد طبعا أتى بنسخته السابعة وفقا للإستراتيجية التي وضعت من قبل جميع الجهات المشاركة في التمرين لله الحمد نريد أن نؤكد بأن هذه الجهات تعمل وفقا لخطط وإستراتيجيات واضحة أيضا هناك تعاون وتكامل بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع الأحداث ولعل الأمطار الأخيرة التي وقعت قبل أسابيع في دولة الكويت لله الحمد كان للجهات الحكومية تعامل واضح تعامل أيضا لم يسفر عنه لله الحمد أي إصابات أو لا قدر الله وفيات لأن هناك خطط في استعدادات مسبقة تقوم بها جميع هذه الجهات تمرين سبعة شهد التعامل مع ثلاث معاضل فشمل على أخماد حرائق خزانات البترول وتصدي لأي متفجرات من قبل إدارة المتفجرات وإنقاذ العالقين من سيول الأمطار بأحدث الوسائل التكنولوجية تمرين شامل سبعة هو امتداد سلسلة من التمارين ومشتركة اللي صارت في السبع سنوات التطافت لتطوير سبل التعاون بين جهات الدولة المختلفة في إدارة الأزمات والكوارث مشاركة الحرس الوطني في جميع المعاضل وجميع مراحل التبرين كانت لإبراز دور الحرس الوطني وقدرة الحرس الوطني في التعامل مع جهات الدولة في إدارة أي أزمة أو كوارث ما شاء الله من جهزين في كل النواحل بر البحر كل شيء الحمد لله جميع وحدات الحرس الوطني شاركت في هذا التمرين والحمد لله طبعاً الثيم كان هذا الحق التمرين الشامل اللي هذه السنة كان عن الكوارث أو الحرائق النفطية فشاركت الشركات النفطية شركة بترول الوطنية شركة نفط الكويت شركة البترول المتكاملة كيبك وشركة إكويت كل الشركات هاي شاركت بقوة إطفاء خاصة فيها وكان بصراحة أداهم متميز شون مكافحة الحريق اللي كان موجود من ضمن التمرين وهذا يدل مرة ثانية هو كل عبارة عن استعدادات لا سمح الله إذا صار في أي حادث يكون فيه استعدادات وتدريب مسبق لهذا العمل التمرين الذي يقام للسنة السابعة على التوالي بإشراف القيادة المشتركة لأدارة الأزمات والكوارث أظهر الجهازية التامة لكافة الجهات الحكومية بالتصدي لأي أزمات وكوارث وتقليل الإصابات وانهاء الأزمات بأفضل الطرق وأسرعها 27 جهة حكومية شاركت في تمرين شامل 7 استعدادا لأي أزمات وحوادث وكوارث تعترض البلاد وبحضور رئيس مجلس الوزراء شيخ صباح الخالد أحمد العنزي لقناة اي تي في العدالة